رح أبدأ من عندك ملاك أنت رئيسة لجنة المعماريين الشباب حدثينا أكتر عن هاي اللجنة أول إشي صباح الخير وشكرا أنكم استضفتونا معكم اليوم لجنة المعماريين الشباب هي لجنة تطوعية من مهندسين معماريين مبدعين تابعين لشعبات الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الهدف من وجود هاي اللجنة لحتى إحنا نسلط الضوء على الشباب المبدع لحتى نعمل جسور ربط بين المهندسين الأكتر خبرة والمهندسين تحديدا بعمر 30 سنة وإحنا نرتقينا كأعضاء اللجنة لحتى تكون أعضاء اللجنة معنا متطوعين من الطلاب لأهمية وجود الطالب من مرحلة ما قبل التخرج إلى سوق العمل يكون جاهز تماما رائع نعم إذا نحكي معك كمان نيبة طول حابين نعرف أكتر عن هاي اللجنة الهدف من تأسيسها ووجودها أيضا هلا بالنسبة لأهداف اللجنة صدقا أنا بشوف مهندسة ملك سبسيفيك أكتر ممكن جاوبنا هذا الشيء كونه هي رئيسة اللجنة فأنا حابة صراحة قفيتكم بشكل كتير كبير فيه فمهندسة ملك تفضلي جاوبينا مهندسة ملك هلا أهداف اللجنة هي إحنا عادة بمتطوعين بنعمل مثل ورشة إحنا نفكر كيف رح نفيد المجتمع لأنه المعماريا مثل ما عم يبنوا على سكيل صغير بينبني المجتمع إحنا نوالي رح نعمل إميج للمستقبل من هون طلعت أهداف اللجنة إحنا عم نبني شخصيتنا كمتطوعين من ناحية صوفت وتتكنكل عم نفيد هاي التجربة اللي عنا وقصص النجاح اللي منسلط عليها إحنا ومنعتبرها أمثلة ناجحة للمهندسين يوصلوا للعالمية عم نوصلها لأكبر في أمل المجتمع عم نعمل زيارات للجامعات عم نعمل ورشات ودورات عم نعمل كل شيء ممكن يغطي أو يفيد المجتمع ككل مش كبس كمعماريا يعني أنتوا عم بتركزوا على تميز المعماري الأردني وإنه كيف الجيل الأصغر يتعلم من الجيل الأكبر ويكون واثق من حاله لما بيتوظف بشركات عالمية لأنه كثير في معماريين أردنيين بسنوات مختلفة دائما عم بوصلوا للعالمية ويشتغلوا كمان أيضا بمسابقات عالمية ودائما يعني عندهم هذا الديزاين الواضح الجميل فأبدأ جيلة كباتول هلأ واحد من النشاطات الجمعية اللجنة عملتوا هاكاثون المعماري حكي لنا عنه أكثر هلأ بالنسبة للهاكاثون المعماري صدقا كان هو من أفخم الفعاليات التي نحن ممكن نقوم بها الهاكاثون المعماري هو فريد من نوعه وأول نوعه من الأردن هلأ هاته الهاكاثون عم نركز فيه على عرض أعمال المعماريين الشباب قدراتهم ومهاراتهم وبنفس الوقت عم نعرض مسابقات تنافسية لحتى نخلق بيئة تفاعلية ما بينهم هذا الشيء مميز لأنه أنت قدرتك على أنك تعرض مهاراتك وقدراتك بوقت قصير أمام جمهور كبير هذا الشيء ممكن يكون مشتهل فوجود الهاكاثون كان عم بعزز مثل هاي النوعية من المهارات كيف كان شكله يعني شو؟ هلا الهاكاثون بشكل أساسي إحنا مقسم لأقسام أساسية أول شيء كان اللي هو قسم السبيكر الناس المتحدثين بلس قسم المسابقة الهاكاثون اللي هي كانت مسابقة من خلال فوتوشوب مجموعة مشاركين معماريين سواء كانوا طلاب أو متخرجين يعني مهندسين شباب حول طاولة واحدة على اللابتوب بتاعهم عم بيعملوا تصميم بداعي من خلال الفوتوشوب سواء كان للعمارة أو أي شيء ديتيلز معمارية مهمة فهاي كجزء أساسي وهاي الهاكاثون كانت أو هاي المسابقة على طول الهاكاثون على طول الوقت فمن خلالها كان في عنا السبيكر متحدثين أثناء الهاكاثون وهو عم بيمشي بلس كان في عنا انتراكتوذ أركتكت اللي هي كانت عنا مهندسين معماريين أيضا شباب عم يخلونا أو يعطونا فرصة لحتى انفرجيهم السيفينا والبورتفوليو لأننا احنا بنعرف انه هاي الأشياء كثير مهمة وكثير أساسية فخبرتهم ونظرتهم بهذه الأمور كان لها دور بإنها تغير فينا بلس آخر شيء كان عندنا فقرة الجالري عم نعرض فيها أعمال مشاركين لتفاصيل معمارية أو إبداعية لحتى نعمل تغذية بوصرية للناس بشكل أكبر نعم لأرجالك ما لكي ممكن الهاكاثون هو كان أحد النشاطات اللي بتقوم فيها باللجنة إيش كمع النشاطات الأخرى اللي بتقوم فيها؟ هلأ أنا حابة أوضح إيش هي فكرة هكاثون إنه بجوز هي كلمة جديدة أو حتى إحنا بتكرناها كلمة هكاثون مرتبطة دائما بالتكنولوجيا لكن مش على العمارة هلأ هي مبادرة الهاكاثون المعمارية لأول مرة عم تنطلق حتى على مستوى العالم يعني إحنا ما شفنا مثال مشابه وإحنا بتكرناها هكاثون هي اختصار لهكس زائد ماراثون يعني مسابقة في سكيلز فور دي فيوتر هكس فور دي فيوتر فهون أجد الموضوع هلأ إحنا طبيعة الأنشطة كاملة بتتعلق بهذا المنحنة لأنه إحنا في عنا تحديات بسوق العمل إنه معظم الناس حاليا ما عم بتلاقي الوظيفة التقليدية إنه الإنسان ما بيتخرج وبيتوظف بشكل مباشر فإحنا لازم نبحث عن طرق غير تقليدية عم نسلط الضوء على رياديين الأعمال كيف يبتكروا حلول جديدة وصوقوا لإلها وبنفس الوقت الأنشطة اللي عم ممكن تغطي أي فرصة لحتى الإنسان يبني مستقبله ويبني مجتمعه نعم بالنسبة للنشاطات الأخرى اللي عم بتقوموا فيها عم نعمل مثلا في عنا آخر أكمل نشاط كنا عم نأخذ أبنية مميزة يعني في عنا مباني في الأردن تستحق الذكر وأخذت اعتمادات مثل الليد سرتيفيكيت وهو اعتماد عالمي موجود فإحنا عم ننظم زيارات لهاي المباني حتى نتعرف عليها عم نتعرف على الشركات لحتى نأخذ منهم مثلا تيبس أو معلومات كيف نساعد الخرجين والطلاب بنفس الوقت عم نعمل نشاطات تفاعلية يعني إحنا عم نعطي الفرصة للمعماريين يتعرفوا مع بعض عم نعمل أيربين سكتشيز عم نطلع نزور أماكن أثرية في الأردن عم نروح على جبل عمان على الويبدي على هاي المناطق لحتى ندرس هاي التفاصيل ونوثقها لقدامنا المستقبل وبتاخدوا معكم شباب طلاب أو لم يكونوا تخرجوا؟ إحنا عادة بنعلن على الفيسبوك فمنلاحظ أنه المجتمع الأردني مجتمع مثقف وواعي لأهمية الدور المعماري فبتلاحظوا عنا بيكون طلاب بيكون مهندسين وبيكون حتى أشخاص كبيرين في العمر موجودين معنا من المجتمع المحلي بيحبوا بس يشوفوا أي إبداع أو أي فرصة عم بتكون قدامهم فهي الدعوة بتكون دائما في أنشطتنا الاجتماعية أو التفاعلية موجهة للكل أكيد هدفتنا يعني بيكون موجهة بشكل خاص للمعماريين حلو وبتول هلا أنت عوضوا باللجنة المعماريين الشباب وقديش عم بتحققوا إنجازات على أرض الواقع فبحب أعرف رؤيتكم يعني كل بحث أنه كل حدا دخل بهاي اللجنة بيكون شايف الرؤية إحنا لأوين بدنا نوصل وبالتزمين إننا نوصل هلا بشكل أساسي إحنا كرؤيتنا أو الشيء اللي حفزني أني أدخل على اللجنة هاي اللي هي أنهم دائما بدهم ينشروا الوعي المعماري قدر الإمكان سواء كان للطلبة اللي ما زالوا على مقاعد الدراسة أو سواء كان للمعماريين بلس إحنا دائما عم نحقق الفائد الأعلى لأي شيء عم بدعم المعماري سواء كان بمجالاته بالعمل بثقافته بتطوره أو حتى يطلع على أي تكنولوجيا ممكن تفيده أو حتى إنه يستغل الموارد الموجودة بالبلد لحتى يعمل ابتكارات عالية وكبيرة سوهذا شيء كثير مهم وكان شيء كثير ملفت يعني كجزء من أعمال التطوعية أني أدخل للجنة المعماريين الشباب فكثير مبسوطة فيها دائما عشو فعاليات دائما عنا فعاليات متطوعين نشيطين مع أن كل متطوع من المتطوعين هو موظف فعليا في شركته في مجاله لكن عم نخصص وقت أسبوعي عم نجتمع فيه ساعات لحتى نقدم لإلنا لأنفسنا وللمجتمع ككل يمكن إذا اليوم أشخاص معماريين بيحبوا يكونوا موجودين معكم ضمن هاي اللجنة أكيد من خلال صفحتكم على الفيسبوك بدرهم يتواصلوا ويعرفوا كل التفاصيل لكل النشاطات اللي بتقوموا فيها ذكرت خلال حديثك مهندسة يعني عن موضوع أهمية التركيز خلينا نحكي على النشاط المعماري فأدي هذا الموضوع كمان ممكن يفيد ويثري البلد إحنا من آمن إنه هو إشي كتير مفيد لأنه زي ما منلاحظ إحنا عم نشوف المباني الأثار القديمة هي موجودة وعم نتعلم منها حاليا لكن منسأل حالنا السؤال إحنا كحاليا في هاي الفترة في الـ 2022 شو طبيعة المباني اللي عم نعملها شو طبيعة المستقبل المعماري شو الهوية اللي لنازم نتركها إحنا عنا شباب مبدعين ومبتكرين ليه ما عم نخلق إلنا هوية تبقى لبعد لسنين طويلة حتى بعد ما نكون موجودين في المستقبل كمستوى أنا كأردن ومع مستوى العالم يعني نافذ فيه إن شاء الله وكيف تشعروا تفاعل الشباب لأنه أنتوا جايين بكل هيك طموح وعندكم حاسين التزام بالحفاظ على هوية معمارية أردنية وبتحسي قديش مهم أو قديش التزام الشباب أنت عم بتشوفي لهاي اللجنة وللرسالة اللجنة هلأ مثل ما حكت الشعب الأردني واعي من الشخص من الطفل لكبيره سبحان الله فأنا عم بشوفه إنه إحنا كشباب وعيين لأهمية الحفاظ على العمارة الأردنية ووعيين على أهمية إنه إحنا دائما لازم نتطور ودائما لازم نشوف الأفضل فصدقا بالنسبة إلي أنا كابتول وجودي داخل اللجنة أنا دائما عم بطلع أشياء جديدة ممكن هاي الأفق لو كنت بمكان تاني أو بمجالات أخرى ممكن تكون محدود شوي ولكن من خلالها دائما أول بأول أبديت كل شيء عم بيكون موجود أمامنا فشيء كتير مهم يعني نعم أكيد نتمنى لكم كل التوفيق من خلال لجنة المعماريين أشباب وأيضا بطول أرواجدي وحضرتك مهندسة عمارة وعضو في اللجنة أهلا وسلم شكرا لكم شكرا لكم